نعم في البداية مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين حقيقة ما ذكره المصد السوري وهو مصدر موثوق هو غيظ من فيض مما يحدث للشعب السوري سواء في داخل سوريا أو الذين اضطروا إلى العودة إلى سوريا فهذه هي طبيعة نظام بشار الأسد وهذه تصرفات أجهزة الأمن الأسدية وأيضا جيش الأسد ولا أعتقد أن هناك غرابة في ذلك فمن قام بقتل وتشريد واعتقال وتدمير ونهب وإذلال الشعب ليس غرابة منه أن يقوم بهذه الأفعال لذلك كما ذكرت لك هذا هو نهج النظام ولا أعتقد أن هناك شيء مفاجئ في هذه التصرفات اللا إنسانية الغير مقبولة نعم ولكن سيد سامر نحن نتحدث عن اعتقال السوريين في لبنان وليس في مناطق سيطرة الحكومة السورية يعني من يقوم بهذه الاعتقالات هم الأجهزة اللبنانية يا سيدي كما تعلم ويعلم الجميع بأن الحزب الإرهابي حزب الله هو من يهيمن على الدولة اللبنانية وأيضا له باع طويل وحضورا كبير فيما يسمى بالأمن العام والجيش اللبناني وأيضا أجهزة الحمل وشاهدنا يعني هناك ليس عشرات بل مئات الحالات التي يتم بها اعتقال الناشطين المعارضين لبشار الأسد وتسليهمهم لبشار الأسد وكما تعلم منذ يوبين هناك أيضا ناشطة سورية تم اعتقالها بتهم سخيفة وهي التعامل مع إسرائيل وغيرها من هذه الاتهامات فقط لكونها معارضة لبشار الأسد علما أنها خرجت وتحدثت وقالت بأنها تحترم القانون اللبناني ولم تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها بحيث أنها تقيم هناك وتحترم كل ما يتوجب عليها احترامه لذلك أنا قلت لك هذه ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة طالما أن اللبنان مهيما عليه من قبل إيران ومن قبل حزب الله لذلك كما ذكرت لك هذه مع الأسف هذه التصرفات تستمر والمشكلة أن هذه التهم كلها كاذبة يعني في لبنان أو في سوريا يلسقون التهم على المواطنين الأبرياء ولا علاقة لهم بتلك التهم هذا ما يزعج في حقيقة الأمر يعني لو كان هناك قاتل مجرم وتم اعتقاله من أي طرف من الأطراف لن يزعل عليه أحد ولن يلوم الجهة التي تعتقله ولكن أنك تقوم باعتقال أبرياء وابتزازهم وإذلالهم وتسليهم إلى هذا النظام المجرم فقط بحجة أنهم معارضين لهذا النظام المجرم فتلك أيضا جريمة أخرى نعم سيد سامر بالفعل ذكر التقرير المرصد بأن ما يتعرض له السوريين في لبنان هو بسبب موقفهم من حزب الله ومن الحكومة السورية برأيك هل هذا بالفعل سبب الحقيقي والوحيد وراء حملات الاعتقال وراء التضييق على السوريين وراء عدم استقبالهم في بعض مخيمات اللجوء أم هناك أسباب أخرى نعم هذا سبب من بين الأسباب القوية ولكن كما تعلم هناك من الشعب اللبناني من هو عنصري ومن هو طائفي وهو يرفض وجود أي سوري بغض النظر أن كان هذا السوري معارض أو مؤيد فهذا أيضا موجود في لبنان وهذا ما حصل أيضا في لبنان وكلكم تابعتم أنه حتى عندما يتوفى أحد من السوريين هناك مناطق في لبنان رفضت أن يتم دفنه أو دفنها هناك يعني أنظر إلى مدى الذي وصلت إليه تلك العنصرية وهذا كما ذكرت لك لا علاقة له بالمعارضة أو غير المعارضة أيضا هناك فئة من الشعب اللبناني تحمل الشعب السوري بأنه هو المسؤول عن الأزمة الاقتصادية وهذا ما أوحى إليه هذا الحزب الإرهابي الذي يهيمن على الدولة اللبنانية من أجل أن يكون الانتقام وردة الفعل على السوريين وليس على السبب الرئيس لذلك وهو الحكومة اللبنانية وما تفعله تلك الميليشيات الإرهابية الموجودة في لبنان لذلك كما ذكرنا هناك عدة أسباب لذلك نعم سيد سامر يعني بالإضافة لما ذكرت كذلك هناك كما نعلم بأن بعض المدن اللبنانية رفضت إقامة مخيمات للسوريين بحجة أنها ستكون مخيمات دائمة وليست مؤقتة في ظل كل ذلك ماذا ينتظر السوريين في لبنان وهم بين نارين نار البقاء في لبنان وبين الذهاب إلى بلدهم إلى سوريا ومصير مجهول ينتظرهم هناك في حال استمر الصراع الإسرائيلي وحزب الله ماذا ينتظر السوريين في لبنان؟ نعم قبل أن أجيبك على هذا السؤال دعني أن أشير أيضا إلى أن هناك مناطق في لبنان وخاصة في طرابلس تحديدا استقبلت السوريين واحترمت السوريين وساعدت السوريين وهذه حقيقة يعرفها الجميع بل أكثر من ذلك أن حتى أنصار هذا الحزب الإرهابي الذين لجعوا إلى تلك المناطق استقبلوهم ولكن بشرط أن لا ترفع صور المجرم حسن نصر الله وأن لا يكونوا حاملين أسلحة وأن لا يقوم بهذه التقاليد التي يقومون بها وهي بعيدة عن دين الإسلامي بسب الصحابة وغير ذلك ولكن من أثاء قاموا بطرده هذا من جانب من جانب آخر يعني وضع السوريين وضع مأساوي ليس فقط في لبنان أو في سوريا أو في تركيا يعني الوضع يعني فعلا لا يطاق وكان الله في عون السوريين يعني هناك من يتحمل لأنه ليس لديه إمكانيات مادية كي يهاجر هناك من هاجر من لبنان كما تعلم إلى قبرص وهناك من اصطر أن يبقى هناك لأنه ليس لديه القدرة المادية وهناك من اصطر مرغما بضغط من اللبنانيين ومن جيش اللبناني والسلطات الأمنية اللبنانية بالضغط عليهم وترحيلهم إلى سوريا بحجة أنها أودة طوعية وشاهدنا ماذا حدث لهؤلاء لذلك أنا أعتقد أن وضعهم صعب جدا وعلى الأمم المتحدة أن تتدخل بذلك لأن هناك من تواصل مع الأمم المتحدة وخاصة التابع للمهاجرين وتم تسجيل أسمائهم وبعضهم ينتظر قبوله في الأمم المتحدة من أجل إعادة توطين لذلك كما ذكرت لك الحال هو صعب جدا ليس في لبنان وأيضا لا تنسى أيضا في تركيا هناك أيضا حملة عنصرية قوية ضد السوريين وأيضا حتى هذا الحديث المنافي للحقيقة عندما التقى مع المستشار الألماني وقال بأن تركيا هي مفتوحة للاجئين السوريين وأنها تحميهم وهذا كله كذب وأفتراء لأنه ما يحصل للسوريين يعلم به العالم أجمع ولكنه يقول ذلك من أجل مصلحته ومصلحة تركيا ومن أجل ابتزاز الاتحاد الأوروبي ليس إلا نعم كنت معي من لندن سيد سابر خليوي وحلل سياسي أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر